تحركات حكومية وتحركات إماراتية مضادة ميدانها الخارطة الجغرافية لجنوب اليمن فعلى وقع العروض العسكرية التي قدمتها تشكيلات مسلحة احتفل المجلس الانتقالي الجنوبي بالذكرى الأولى لإعلان عدن التاريخي رافعا العلم التشطيري مما كرس بحسب مراقبين استمرار حالة الانقلاب المسلح على الشرعية التي بدأت في يناير الماضي سبق الاحتفال المسلح للمجلس الانتقالي المغالي للإمارات انتشار مفاجر لقوات إماراتية في مطار سقطرة وصلت الأربعاء الماضي على متن ثلاث طائرات تحمل قرابة مئة جندي إماراتي يؤكد دبلوماسيون أن التحركات الإماراتية في عدن وسقطرة تاتي كرد فعل على تحركات الحكومة التي قررت الخروج من الصمت وبسط سيطرتها فنشاط الحكومة برئاسة بن دغر في سقطرة والاستقبال الشعبي الكبير لها أثار حفيظة أبوظبي لكن التواجد العسكري المباغي تفيس قطرة المحافظة البعيدة عن المواجهات مع ميليشيا الحوثي كشف وفق ناشطين عن تخبط الإمارات ومطامعها غير الشرعية في اليمن ليس وحده النشاط الحكومي في سقطرة ما أغضب الإمارات فتشكيل الإتلاف الوطني الجنوبي المؤيد للشرعية أتى معاكسا لخط المجلس الانتقالي المؤيد للإمارات فالإتلاف الجديد يدعم مخرجات الحوار الوطني التي تنص على فكرة الدولة الاتحادية التحركات العملية للشرعية خصوصا منها تشكيل الإتلاف الجنوبي خلطت أوراق أبوظبي بنظر مراقبين ففي الوقت الذي بدى فيه المجلس الانتقالي متمردا ومعبرا عن رؤية أحادية انفصالية ظهر الإتلاف الجنوبي بشكل يعبر عن رؤى جنوبية مختلفة مما يمكن له أن يسحب بساط احتكار التحدث باسم الجنوب محليا ودوليا